موسيقى موجز العاشرة من قناة الجزائر الدولية مرحبا بكم في المستهل يشارك الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن بصفته ممثلا للرئيس عبد المجيد تابون في القمة الأمريكية الأفريقية التي تنطلق أشغالها الثلاثة بواشنطن وقد حل الوزير الأول الجزائري الأثنين بالعاصمة الأمريكية للمشاركة في أشغال طبعة الثانية من القمة والتي ستستمر إلى غاية الخامس عشر ديسمبر الجاري وتشكل القمة فرصة لمناقشة سبول تعزيز العلاقات الأمريكية الأفريقية وبناء شراكة وثيقة وفعالة وفق رؤية جديدة في ظل التطورات العالمية والإقليمية الراهنة اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية الثلاثة أربعة عشر فلسطينيا خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في بيت لحم وطباس ورملة وأريحة في الضفة الغربية واعتقلت أربعة عشر فلسطينيا بينهم طالب جميعي وأسير محرر وذلك بعد مداهمة وتفتيش عدة منازل عبثت بمحتوياتها جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التفويض أقول وكالة غاوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لثلاثة سنوات قادمة بأغلبية 157 صوتا التفويض هذا يمثل دعما سياسيا وماليا للأونروا للاستمرار في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين حتى تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 94 بعد المئة الخاص بعودة اللاجئين إلى ديارهم وأفاد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي في بيان بأن التصويت يعبر عن الدعم السياسي القوي من المجتمع الدولي للأونروا حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم في إيطاليا عقد رئيس بلدية روما روبرتو جوالتيري رفقة مستشاريه الأمنيين اجتماعا طارئا الأثنين عقب مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بروما حيث اقتحم رجل يبلغ من العمر 57 عاما الاثنين مقهى في شمال روما وأطلق النار على الموجودين به ما أسفر عن مقتل ثلاثة سيدات وإصابة أربعة أشخاص آخرين أحدهم في حالة خطرة وبدأ أن الرجل كان يستهدف اجتماعا لمقيمين في بناية سكنية هذا وقد أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن إحدى الضحايا تدعى نيكوليتا كانت صديقة لها لقي ستة أشخاص مصرعهم بينهم شرطيان في تبادل لإطلاق النار ببلدة بمقاطعة كوينزلاند الأسترالية وقال رئيس نقابة شرطة كوينزلاند نقلا عن مصادر إعلامية ثلاثة أن الشرطة تلقت بلاغا بشأن شخص مفقود فأرسلت دورية إلى منزل في بلدة الريفية بمجرد دخول الدورية منزله أو المنزل تعرضت لوابل من الرصاص دون أن تتمكن من الرد على مصدر النيران ختام الموجز يمكنكم متابعة أخبارنا على مختلف من نصاتنا الرقمية أخبار الجزائر الدولية متواصلة على مدار اليوم شكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة